اشتركوا في القناة ارضية صلبة في فهم هذا الدرس بشكل قوي جدا بدأنا في الحصة الماضية او في الفيديو السابق حول تصنيف الافعال المبنية للمعلومة والافعال المبنية للمجهول ننطلق ان شاء الله في نشاطات التعلم ونكمل سويا ما تعلمناه في الفيديو السابق لاحظ معي عزيز الطالب في السؤال رقم سبعة لدينا بعض الكلمات والتي نريد ان نصنفها في الجدول في صورة مبتدأ ثم في صورة فاعل ثم في صورة نائف فاعل نود المشاركة من جميع الطلاب الصلاة الصلاة كلمة اود ان ابدأ بها لتكون في صورة المبتدأ اقول الصلاة عماد الدين مثلا طيب اذا ما اردت ان اجعلها فاعلا قد قامت الصلاة الصلاة هنا وقعت فاعل والصلاة هي التي قامت طيب وفعلها مبنية للمعلوم طيب اقيمت الصلاة من الذي اقام الصلاة لا اعلم والفعل هنا مبنية للمجهول والصلاة وقعت نائف فاعل وهي طبعا من المعروفة الاسم المفرد علامة اعرابه الضم الظاهرة وبالتالي حينما وقع فاعل كانت الصلاة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة وحينما وقعت نائف فاعل ايضا اعربت نائف فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة لماذا لانه مفرد طيب في الكتابان الكتابان مثنى وعلامة رفع المثنى الالف الكتابان جديدان الكتابان جميلان هكذا طيب اذا ما اردت ان اجعلها فاعل انتشر الكتابان كثيرا من الذي انتشر الكتابان دائما اطرح هذا السؤال والفعل مبني للمعلوم والكتابان فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى طيب اذا ما اردت ان اجعلها في نائف فاعل منع الكتابان بيع الكتابان وبالتالي اصبح الكتابان هنا نائف فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى الصائمون الصائمون كلمة تصنيفها جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم الصائمون مأجورون الصائمون مأجورون الاولى مبتدأ والثانية خبر وعلامة رفع جمع المذكر السالم الواو طيب حينما جئت بها في صيغة الفاعل اقول نال الصائمون الاجرى نال الصائمون الاجرى نال فعل ماضي مبني على الفتح والصائمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم اعطي الصائمون اجرهم اعطي من الذي اعطاهم المولى تبارك وتعالى اذا فالصائمون هنا نائف فاعل واعطي فعل ماضي مبني للمجهول الاذاعات وهي جمع مؤنى السالم جمع مؤنى السالم الاذاعات متنوعة الاذاعات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة ومتنوعة خبر وكذلك علامة رفعها الضمة الظاهرة طيب في حالة وجودها فاعل معروف ان جمع المؤنى السالم يرفع بالضمة الظاهرة على اخره نشرت الاذاعات اخبارا احسنتم اذا ففعلها مبنيا للمعلوم اما في حالة وجودها في صورة نائب الفاعل فاقول بنيت بنيت ما ادري من اللي بناها لكنها بنيت بنيت اذاعات في جدة بنيت الحكومة التي سوتها لكننا ما ادري اي جهة من الحكومة هي التي سوت هذه الاذاعات وبالتالي فهي مبنية للمجهول ولم ترد عندي في الجملة من الذي قام ببناء هذه الاذاعات طيب نأتي الى هنا مثل مكونات الجملة الاسمية في شكل معادلة رياضية نقول مبتدأ مرفوع زائد خبر مرفوع يساوي جملة اسمية بشكل ساهل ومبسط كذلك في الجملة الفعلية فاعل زائد فعل زائد مفعول به يعطينا في النهاية جملة فعلية يعطينا جملة فعلية لديك النشاطات الشفاهية تستطيع قراءتها بشكل مبسط فليس فيها اي صعوبة ولكنها تزيدك من الطلاقة اللفظية والمرونة في الحديث ننطلق الى هذا التدريب اكمل الفراغات في الشكل التالي لدينا الجملة الاساسية تنقسم الى قسمين جملة اسمية تتكون من مبتدأ زائد خبر ويدخل عليها اما ان يكون فعلا ناسخ او حرفا ناسخا كذلك في الجملة الفعلية تتكون من فعل زائد فاعل احسنتم او فعل زائد نائف فاعل ايا كان يعني هذا بالنسبة للشكل او الجرافك الذي امامك على الشاشة في مدى الدقة العلمية في بيتين او شرح البيتين لابد لمبتدأ من خبر عاجل والفعل ليس له بد من الفاعل طبعا البيتين بيدلين على ان المعلومات هذه صحيحة تماما كما وضح الشارح لابد ان الجملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر كذلك الجملة الفعلية لابد لها من فعل وفاعل في رسم الخريطة الفاعل هو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبني للمعلوم اذا ما اردنا ان نجعل خريطة مشابهة لنائب الفاعل سنقول هو اسم بيضا مرفوع لكنه الاختلاف يأتي بعد فعلا مبنيا للمجهول هذا هو الاختلاف الوحيد انه يأتي بعد فعلا مبنيا للمجهول ننطلق سريعا الى الاختبار البنائي لكي يتضح لدينا المفهوم ومدى استيعابنا لما جاء في دارس الفاعل ونائب الفاعل من يصبر يظفر يلا عشان نبدأ كده الحركات العربية بشكل سهل ومبسط لاحظ معي من يصبر طبعا هنا اسلوب شرط من هي اداة الشرط ويصبر هو فعل الشرط ويظفر هو جواب الشرط وتذكر معي ان فعل الشرط وجواب الشرط لا بد ان يكون مجزومات فيصبر هنا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون لان الفعل صحيح الاخر كذلك يظفر تصنيفه فعل مضارع صحيح الاخر وبالتالي ايضا علامة جزمه السكون طيب في تنهى لا تنهى هنا لا الناهية وتنهى هذا فعل مضارع ماله بعد لا الناهية نرجع لا الناهية من احسنتم لا الناهية هي التي تجزم الفعل المضارع وبالتالي الفعل المضارع هنا كان به حرف من حروف العلة وحزف لدخول لا الناهية عليه في الفعل لتتعلموا انما اتيتم انما اتيتم عفوا انما اتيتم لتتعلموا لام التعليل تتعلموا الفعل المضارع من الافعال الخمسة وحزفت نونه لدخول لام التعليل عليه لانه اصبح فعلا مضارعا منصوبا تتناقل هل قبله ناصب هل قبله جازم لا اذا فالفعل مضارع صحيح وعلامة رفيه الضم الظاهرة على اخره طيب اسما وقع فعلا نريد من هذا الجملة ومن هذه الجمل اسما يكون وقع فعلا اقول تتناقل الصحف احسنتم طيب اسما وقع نائب فاعل اقول ازيع النبأ ازيع من الذي ازاع النبأ لا اعلم لكن قد تكون الصحيفة او الاذاعة او غير ذلك ننطلق اكمل ما هو مطلوب غير ما يلزم الطلاب يذاكرون اقول لم يذاكر الطلاب وتحزف النون واقول لن يذاكر الطلاب وتحزف النون لان الفعل من الافعال الخمسة الفعل المضارع من افعال الخمسة اذا ما سبق بادات نصب او اادات جزم تحزف نونه تحزف نونه طيب هنا لام الامر ولام التعليم الطلاب يذاكرون ايضا هذا فعل من الافعال الخمسة وأريد أن أدخل عليه هلام الأمر لتذاكره أيضا ستحزف النون طيب وإذا أدخلت عليه هلام التعليل اللي هي في حالة النصب أيضا ستحزف نونه أيضا ستحزف النون في هذا الفعل طيب في المثال الأخير الجنديان يحرسان المكان طبعا هنا الجملة بدأت بالمثنة وهي جملة اسمية أريد أن أحولها إلى جملة فعلية سأبدأ بالفعل سأقول يحرس الجنديان المكان هنا لو أنا أحولها إلى جملة فعلية طب لو أحولها إلى مبني للمجهول سأقول حرس المكان حرس المكان مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر جدول لتذكرة لعلامات الإعراب بالنسبة للمصطلحات التي تعرضنا لها في هذه الوحدة بشكل مبسط الاسم المفرد علامة رفعه الضم علامة نصبه الفتحة وعلامة جزمه طبعا لا يجزم لا ننسه لا يجزم الاسم المفرد لا إيه لا يجزم طيب جمع التكسير كذلك في حالة الرفع الضم وفي حالة النصب الفتحة ولا يجزم جمع المؤنس السالم الضم أيضا والفتحة ولا يجزم جمع المذكر السالم الواو والياء ولا يجزم كذلك الأسماء الخمسة ترفع بيه الواو وتنصب بالألف وتجرب الياء ولا تجزم في المثنى يرفع بالألف وينصب ويجربي الياء المضارع صحيح الآخر لاحظ معي المضارع صحيح الآخر سيرفع هنا مكتوب الألف طبعا خطأ هنا المضارع صحيح الآخر يرفع بالضمة الظاهرة وإذا كان معتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة لكنها سبقت هنا في الإعداد فجاءت خطأا طبعا علامة النصب إذا كان الفعل مضارع صحيح الآخر فعلامة نصبه ليس الياء وإنما الفتحة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر فتحها ظاهرة وفي حالة نصب إذا سبقت بإعداد نصب فإنه له تصنيفات إذا كان مضارع صحيح الآخر فإنه ينصب بفتحة ظاهرة طبعا إذا كان معتل الآخر أيضا فتحة ظاهرة وإذا كان في حالة الجزم نعم يأخذ السكون المضارع معتل الآخر يأخذ ضم مقدرة ويأخذ فتح ظاهرة وتحزف منه حرف العلة الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحزف النون إذن أؤكد على أن المضارع صحيح الآخر على مترفعه الضم الظاهرة وإذا كان معتل الآخر ضم مقدرة أما في حالة النصب فأنه يأخذ الفتح الظاهرة في كل الحالتين سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر يأخذ هنا فتح ظاهرة وهنا فتح ظاهرة ننطلق إلى المقارنة بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية البداية الأولى تبدأ بإسم والثانية تبدأ بفعل المكونات هنا مبتدى وخبر هنا فعل وفاعل الأشياء التي تدخل عليها معروف أن النواسخ الفعلية والحرفية هي التي تدخل على الجملة الإسمية أما عوامل أو أدوات الجزم والنصب وأدوات الشرط هي التي تدخل على الجملة الفعلية بشكل مبسط وسهل لدينا أيضا التدريب التدريب الذي أمامنا يتكلم عن بعض الكلمات التي جاءت في صيغة المفرد ثم جاءت في صيغة المثنى ثم جاءت في صيغة جمع المؤنس السالم ثم جاءت في صيغة جمع المذكر السالم ووضعناها مرة في حالة مبتدأ وخبر وفي حالة فاعل وفي حالة نائب فاعل حروف جزم الفعل المضارع لم ولما ولام الأمر ولا أنا هي حروف نصب الفعل المضارع هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل أدوات الشرط الجازمة وهي إن وإنما ومن وما ومهما ومتى وأين وأي هذه طبعا خرائط مفاهيم لتذكرك بما تكلمنا فيه من قبل المبتدأ طبعا اسم مرفوع وتدخل عليه طبعا الأفعال الناسخة أو الحروف الناسخة كذلك الخبر اسم مرفوع يأتي بعد المبتدأ وهو أحد مكونات الجملة الإسمية وكذلك قد يكون فيه الجملة الفعلية هذا يعني وأيضا طبعا الخبر من أنواعه أن يكون قد يكون خبر جملة اسمية أو خبر جملة فعلية أو خبر شبه جملة نتوقف بمشيه تعالى عز وجل ونكمل إن شاء الله في الاختبار البعدي ويكون هذا نهاية هذه الوحدة طبتم بكل الخير